على أبواب عدن اتخذت المعركة شكلها الحقيقي حرب إماراتية ضد اليمن مقاتلات إماراتية شنت عدة غارات على طلائع الجيش الوطني في نقطة العلم المنفذ الشرقي لمدينة عدن أودت بعشرات الضحايا بين قتيل وجريه ضربة تعلن من خلالها الإمارات دخولها الحرب مباشرة ضد اليمن وضد الشرعية لإسناد حلفائها في المجلس الانتقالي دخول سلاح الجو الإماراتي عقب الخسارة العسكرية التي منيت بها ميليشيات الانتقالي كشف عن توجه أبوظبي لخوض معركة الانتقالي التي باتت ترى أنها معركة واهية ويؤكد أن فصل جنوب اليمن عن شماله بات هدفاً إماراتياً الحكومة اليمنية أدانت القصف الجوي الإماراتي على قواتها وحملت دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية غير أن البيانة بحسب مراقبين لا يتناسب مع الحدث وقد تبعته مطالبات للقيادة الشرعية بالتحرك الجاد تجاه الاعتداء الإماراتي الواضح لسيادة اليمن المطالبات أكدت ضرورة رفع شكوى لمجلس الأمن ومنع طائرات أبوظبي من التحليق في الأجواء اليمنية الصمت السعودي تجاه ما تواجهه قوات الشرعية من قبل الإمارات شريكتها في التحارف قوبل بانتقادات حادة وعد جزءاً من التواطع يقول المتابعون إن الرهان على السعودية بات يقتل اليمنيين وحان الوقت للبحث عن خيارات أخرى على هامش ما يحدث في خطوط المواجهات العسكرية تبرز المخاوف من توجه الانتقالي لتصفية معارضي في عدن والذين كانوا قد أعلنوا تأييدهم لدخول الشرعية لكن تراجع قوات الجيش تركهم فريسة لمليشيا المجلس الانتقالي ليبقى مصير عشرات المواطنين مرهوناً بنتيجة التطورات العسكرية خارج العاصمة المؤقتة